بسم الله الرحمن الرحيم التقييم التكويني كان أحمد لاعب سلة موهوبا للغاية لكنه كان يعاني من مشكلة واحدة في كل مباراة كان يشعر بألم في قدمه كان هذا الألم يمنعه من اللعب بشكل جيد وكان يزداد سوءا مع مرور الوقت ذهب أحمد إلى العديد من الأطباء لكن لم يتمكن أحد من تحديد سبب الألم قال أحد الأطباء إن الألم قد يكون بسبب إصابة سابقة وقال آخر قد يكون بسبب حالة طبية كامنة كان أحمد محبطا للغاية لم يكن يعرف ما يجب فعله وكان يشعر بأنه سيضطر إلى التخلي عن حلمه في لعب قرة السلة ذات يوم كان أحمد في مباراة مع أصدقائه عندما سقط وتعرض لإصابة في قدمه كان الألم شديدا لكنه تمكن من النهوض والاستمرار في اللعب وبعد المباراة ذهب إلى الطبيب مرة أخرى فأخبره الطبيب بأنه رأى شيئا غريبا في الأشعة السينية ترجمة نانسي قنقر